اهلا بكم مشاهدين من جديد نشرت وكالة الانادول التركية تقريرا تحت عنوان ادلب السورية تحت حصار الارهابيين الاجانب وهي الصفة التي اطلقتها على الميليشيات المدعومة من ايران منشور وكالة الانادول جاء بعد ايام من اتفاق السوتشي بين انقرة وموسكو والذي نص على انشاء منطقة عازلة بين مناطق المعارضة والنظام في شمال غرب سوريا مقابل الغاء الحملة العسكرية التي تم التحضير لها من قبل نظام الاسد وحلفائه على اخر معاقل المعارضة المزيد في هذا التقرير ما اشبه اليوم بالامس حين كانت حلب الشرقية محاصرة وخاضعة لآلة الموت ثلاثية من النظام وروسيا وايران قبل التوصل الى اتفاق يقضي باخلائها بين موسكو وانقرة يومها نشرت وكالة الانادول تقريرا اكدت فيه ان الميليشيات الشيعية قوة احتلال اجنبية في حلب حسب نص المادة اليوم وبعد قرابة العامين على مأساة حلب يتكرر العمل ذاته مع نشر الانادول معلومات تتحدث عن قيام 22 مجموعة سمتها الوكالة الارهابيين الاجانب وحملتهم مسؤولية حصار ادلب التي كانت موضوع تفاهم مؤطر بين موسكو وانقرة بغياب ايرانية كحال اتفاق حلب اواخر عام 2016 التقرير يعبر نوعا ما عن رؤية انقرة الذي حدد نقاط انتشار الارهابيين المدعومين من ايران في ارياف حلب الغربي وحمات الشمالي واللاذقية عبر 22 مجموعة ابرزها حزب الله اللبناني ولواء القدس الفلسطينية وحركة النجباء العراقية والفاطميين الافغانيين والزينبيين الباكستانيين الذين يتمركزون في 232 نقطة وقدرت الورقة عدد المجموعات الارهابية الاجنبية التي تدعم من خلالها ايران نظام الاسد ب120 الفا بزيادة كبيرة عن الورقة التي كشفت عنها ابان تهجير حلب والتي كان فيها الرقم حينها 18 الفا ووفقا لمراقبين فان تغييب روسيا وتركيا لايران في الاتفاقات المفصلية بينهما كان افضل لمصالح الدولتين التي عملتا بشكل واسع سوية ابتداء من حلب وقبلها في درع الفرات مرورا بعملية غصن الزيتون واليوم ادلب تقرير الانضول هذا يحذر من كارثة قد تنفذها سكين ايران الطائفية كما فعلتها في اماكن عديدة وهو ما ابعدته انقر عن ادلب اتفاقها مع موسكو الاخير الا ان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اكد اليوم ان الاتفاق على انشاء منطقة منزوعة السلاح في ادلب ليس حلا نهائيا بل انه خطوة مرحلية وضرورية بالنسبة للتسوية في سوريا وقال لافروف ان الاتفاق يقضي بانسحاب جميع مسلحي جبهة النصرة من المنطقة منزوعة السلاح حتى منتصف اكتوبر المقبل مؤكدا ان موسكو وانقرة نسقتا معايير عبور المسلحين لحدود المنطقة منزوعة السلاح بحسب تصريحاته واضاف لافروف ان الخطر الحقيقي على ما اسماها سيادة سوريا واضاف لافروف ان الخطر الحقيقي على ما اسماها سيادة سوريا ليست ادلب بل تلك المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية لمناقشات هذا الموضوع مشاهدين الكرام ينضموا الي في الستوديو هيثم بدرخان المحلل السياسي ومعي ايضا الكاتب والمحلل السياسي السيد اوكتاي الماز ارحب بكم اضافي سوريا اليوم وابدأ معك سيد الماز هل تتبنى تركيا رسميا هذه المقولة التي رأيناها اليوم في المادة الصادرة عن وكالة الانادول يعني لسيما ما يتعلق بالمصطلح ارهابيون تابعون لايران تحياتي مساء الخير طبعا وكالة الانادول شبه رسمية بشكل ما تظهر وجهة النظر تركية ولذلك طبعا هذا التعبير مهم جدا ولكن ليس جديدا يعني الاعلام التركي بشكل العام دائما يصف هذه الميليشيات الميليشيات الايرانية بالميليشيات الطائفية الايرانية الطائفية الايرابية الاعلام التركي وليس التركية الرسمية لا ادري يعني لم اتأكد هل اول مرة وكالة الانادول تصف هكذا بالارهابية اعتقد قد سبقت قد استخدامها تم استخدام هذا الوسط نعم ايام حلب يعني كان هناك ايضا موقف مشابه وتم تناولها اعلاميا بهذا الشكل لكن انا هنا اتحدث عن الموقف الرسمي والى اي مدى يمكن ان يعبر هذا التعبير الاعلامي عن موقف رسمي حقيقي بشكل العام تركيا تنظر الى هذه الميليشيات حتى اثناء عملية درع الفرات عملية اعفرين غصن الزيتون تركيا وصبت هذه الميليشيات بالميليشيات الايرابية وتطالب منذ البداية بصحب هذه الميليشيات اي بترك هذه الميليشيات من الاراضي السورية وتصفها بالميليشيات الاجنبية يعني عندما تقول تركيا الميليشيات يجب ترك سوريا الميليشيات الاجنبية تقصد طبعا بالاضافة الى المتطرفين من القاعدة وما الى ذلك بالشكل الاساسي تقصد الميليشيات الايرانية الطائفية الايرابية ولذلك اعتقد هذا الموقف ليس جديدا ولكن طبعا التوقيت ربما جاب الاهتمام لهذا التعبير بشكل العام تركيا تنظر الى هذه الميليشيات ميليشيات اجنبية طائفية ايرابية بالضبط هو التوقيت ربما ويعني سأذهب بسؤالي عن توقيت هذا التقرير الذي فضر عن الاندول الى السيد بدرخان يعني ربما هناك معطيان متشابهان الآن هذا التقرير الذي صدر بتوصيفاته وبشكله وبحديثه عن موجود هذه الميليشيات حول ادلب وايضا ما تمت ملاحظته من غياب ايران عن اتفاق سوتي الاخير رغم انها اصدرت تصريحات متعلقة بادلب يعني كيف تربط وترى هذا المشهد طبعا اللقاء الاخير اللي تم في سوتي بين الرئيسين اردغان وبوتين كان لقاء يعني اعطى رسالة في الحقيقة يعني اول مرة ايران عدم وجودة بهذا هذه رسالة كبيرة في الحقيقة لانه هناك يعني في حسابات كانت حسابات على اساس انه الهجوم على ايران الهجوم على ادلب الهجوم على ايدلب حقيقة ممكن يتم في الوقت الحاضر يعني لانه اولا قوات النظام هي جدا قليلي من 25 الى 30 الف القوات يعني ايران النقطة الاساسية بدت تزج قوات الايرانية ايران ما بده هذه الحرب لانه في نقطة عم تلاحظة ايران انه لما عمصي قصف الاسرائيلي ده المواقع الايراني في سوريا روسيا والنظام يسكتون عن هذا الامر ولا يدافعون عن ايران يعني هي لا تريد الزج بقواتها في حرب جديدة برأيك؟ في جبهة جديدة ايوة لا تريد حاليا هي لا تريد طب كيف يمكن ان يتم التعامل مع هذه القوات اذا كان هذا الوجود غير منغوب به مثلا من قبل تركيا وروسيا كيف يمكن ان يتم التعامل عن هذه القوات يعني تتحدث الانضول عن الاف المقاتلين واثنين وعشرين فصيلا في هذه المنطقة الحقيقة في ايدلف هناك كمان من الفصائل ما يكفي ما يكفي يبلغ عددهم حوالي مئة الف كمان مقاتل هذه القوات بنفس الوقت ايران ليست قادرة اليوم ليست قادرة اليوم لمواجهة الروس وسياسته في نفس الوقت سيتفقون لخروج هذه القوات الايرانية تنسحب من هذه المنطقة كقوات ارهابية ممكن تكون من نسبة لبعض القوات هي قوات ارهابية لكن سينسحبون اولا لن يخضوا هذه المعركة في مواجهة في ايدلي نعم سيد يلماز هذا التغييب الذي تحدثنا عنه للجانب الايراني وهذه الرسائل التي يتم توصيلها برأيك من يريدها اكثر الجانب التركي ام الجانب الروسي ام انها ارادة مشتركة من الجانب على ما يبدأ انها ارادة مشتركة يعني من بين تركيا وروسيا لان الاجتماعات الثلاثية لم تنجح في طهران ولذلك كانت توافق مع روس اسأل يعني كلما كانت تتدخل ايران كانت توافق اصعب ولذلك حتى نتذكر ان استانا مسار استانا بدأ بالتوافق التركي الروسي وبالتعاون التركي والروسي تم اجلاء المقاتلين لكن يعني فيما يتعلق بادلب ثم ايران انضمت الى هذا المسار يعني فيما يتعلق ادلب بالذات كانت التصريحات الايرانية مهادنة يعني تتحدث عن انها لا تريد حرب ولا تريد صف اجتماء المقابلين في هذه المنطقة على المستوى الرسمي ايران طبعا رحبت بهذه الاتفاقية اتفاقية التركية والروسية لتجنب ادلب من المجازر ولعبت كأنها لعبت او اظهرت هكذا كأنه تلعب تلعب دور وسيد بين انكارا وموسكو لتقريب وجهة النظار واظهرت عدم الاهتمام لمسألة ادلب لماذا؟ لان ايران ليست في حالة قوية في وضع جيد في سوريا ايران الآن شبه محاصرة هناك طبعا السياسات الامريكية مسألة العقوبات وفي كما ذكر الاستاذ في سوريا تتعرض قواتها لاضطربات وما الى ذلك وايران لا تريد خسارة التركيا لان تركيا وقفت الى جانب بها من العقوبات الامريكية طبعا هناك مصالح اخرى وما الى ذلك لذلك لم تستطي ايران اي ممانع نعم اي ممانع لكن يعني العكس يعني ايضا تركيا اليوم هناك لها مصالح اقتصادية جمع ربما مع ايران الى اي مدى قد تؤثر هذه المصالح الاقتصادية على الجوانب السياسية او على اي رفض حالي او مستقبلي من قبل تركيا للوجود الايراني في سوريا بكل تأكيد يعني المصالح الاقتصادية بين الجانبين تؤثر على كل شيء على الجانب السياسي يعني رغم هذه الخلافات الكبيرة بين البلدين سياسيا حافظت على علاقتهما لماذا؟ بسبب المصالح المتبادلة والحاجة المتبادلة يعني هناك حاجة تركية تركيا دولة تستورد الطاقة ويعني بحاجة الاستوراد استرادة الطاقة من ايران وايران بحاجة الى التركيا الى الاقتصاد التركي وتركيا بوابة ايران الى الغرب وما الى ذلك ولذلك هناك حاجة متبادلة هذا الامر جعل البلدين يعني تحتفظان على علاقتهما السياسية رغم الخلافات رغم احيانا تضارب المصالح الامر كذلك مع روسيا اود الانتقال مع السيد بدرخان الى نقطة اخرى متعلقة بتصريحات الخارجية الروسية بان موضوع المنطقة العازلة التي ستقابلان في ادلب هي حالة مؤقتة في ادلب لن تستمر طويل وسيكون هناك وضع مستقبلي اكثر ثباتا ربما في ادلب يعني هذا التصريح ما هي مدلولاته برأيك؟ يعني كيف سيكون شكل المحافظة هل سيكون هناك سيطرة تركية على مناطق اكثر مثلا وسيطرة محدودة للروس كيف من الممكن ان يكون هذا الامر؟ هناك اتفقوا على النقاط المراقبة من الطرفين هناك حوالي 12 نقطة مثل ما اسمنا طبعا اليوم الاهم قضية هي موضوع جافة النصرة اللي هي عملين قواتها رفضت الاتفاق اللي صار بين تركيا وروسيا حول هذه النقطة لكن اظن تركيا اللي اخذت على عاتقة هذا الامر ستحل هذا وسيتم يعني اخذ السلاح او الاسلحة السقيلة من المنطقة العازلة طبعا التقارب التركي الروسي اليوم عم ياخد طابع اكثر ايجابي فالتصريحات الاخيرة حتى الافروف حول الشرق الفراد هي تعبير على ان هناك انه في شيء اخر ممكن يجمعنا يجمع الروسيا وتركيا لان قضية شرق الفراد هي مهمة اكثر بالنسبة لتركيا من حتى ادلي فهذا اعطاء رسالة انه هناك تقارب وهناك وجهات نظر متفقة عليها وهناك مشاريع استراتيجية نوعا ما يعني هو الافروف فعلا قد وصف منطقة شرق الفراد بانها الاكثر خطرا رضا ما على سيادة سوريا لكن هل تقوم روسيا بالتقارب اليوم عن جانب التركيا على حساب علاقات اخرى مع امريكا التي تسيطر على شرق الفراد لا ان تقوم في علاقات على حساب تركيا على حساب امريكا على حساب امريكا يعني تزيد التقارب لا 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 يمكن روسيا ان تقوم علاقات على حساب امريكا مع اي دولة تاني الروس والامريكان بكل الاحوال قلنا في الحرب العالمية الاولى ولا الحرب العالمية التاني بيتفقوا بالاخير هم أعداء لكن بالأخير هم يتفقوا عندهم مصالح التقارب التركي الألماني في الفترة الأخيرة هو حقيقة أزعج روسيا وأزعج تركيا وأزعج أمريكا لكن هناك في منطقة شرق الفرات تتفق تركيا مع روسيا بالموضوع نفس النقطة سيدي المازو بعجالة لو سمحت كيف تقرأها يعني لا سماء الحديث عن شرق الفرات وتأكيد روسيا على أن الخطر موجود هناك لم يعد الخطر في إدلب يعني ما هي رسائل التي يريد إيصالها لتركيا يعني في مؤتمر صحفي الذي يعني أقب الاتفاق التركي الروسي في سوشي أردوان أكد أن الخطر يأتي على تركيا من شرق الفرات يعني ولذلك هذا التطور يعني هذا الموقف من روسيا تطبط يعني بين تصريحات المسؤولين لا ترى هذا التغير كبير في السياسة الروسية وتطور يعني إيجابي بالنسبة لتركيا يعني هذا عندما اجتمعت تركيا وإيران وروسيا على مسار أستانا القاسم الوحيد يجمع هذه الدول ضرورة الحفاظ على وحدة السورية بمعنى عدم استماع تقسيم سوريا إلى الدولات يعني دولة كردية دولة سنية وما على المذايب أو على الرقيات وما إلى ذلك ولذلك يعني أعتقد هناك اهتمام روسي للحفاظ على وحدة السورية ولكن وحدة السورية بالنسبة لتركيا مسألة حيوية مسألة وجود بالنسبة لتركيا ولذلك الخطر على المنطقة من شرق الفرات أشكرك شكرا جزيلا سيد دوكتاي المازال كتب والمحلل السياسي والشكر مصول لك أيضا سيد هيفم بدرخان المحلل السياسي كنتم ضيفي في الاستوديو مشاهدين الكرام مزيد من التفاصيل والمعلومات والأخبار على موقعنا سيريا دوت تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة